السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم درسنا اليوم بعنوان القرآن خير كتاب فضل القرآن تعالوا الأول نعرف مع ما القرآن القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته فيه هداية هداية المسلمين وشفاء لما في صدورهم وهو معجزة النبي الباقية الخالدة قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين صدق الله العظيم سورة الواقعة الآيات من 77 إلى 88 شرح الآيات إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لقرآن عظيم المنافع كثير الخير غزير العلم في كتاب مصون مصور عن أعين الخلق وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة لا يمس القرآن إلا الملائكة القرام الذين طهرهم الله من الآفات والزنوب ولا يمسه أيضا إلا المتطهرون من الشرك والجناب والحدث وهذا القرآن الكريم منزل من رب العالمين فهو الحق الذي لا مرية فيه فبهذا القرآن أنتم أيها المشركون مكذبون وتجعلون شرقكم لنعم الله أنكم تكذبون بها وتكفرون وفي هذا إنكار على من يتهاون بأمر القرآن ولا يبالي بدعوته فهل تستطيعون إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزل وأنتم حضور تنظرون إليه أن تمسقوا روحه في جسده لن تستطيعوا ذلك ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا هل تستطيعون إن كنتم غير محاسبين ولا مجزين بأعمالكم أن تعيدوا الروح إلى الجسد إن كنتم صادقين النشيد بعنوان قرآني خير كتاب نور وضياء قرآني ذكر ودعاء قرآني عهد ووفاء قرآني قرآني خير كتاب قرآني آيات تتلى آيات شعت كالنور أغلى من در منثور قرآني خير كتاب من يتل الذكر فلا يشقى والذكر هو الكنز الأبقى وبه نسم وبه نرقى قرآني خير كتاب معاني الكلمات معنى ضياء نور معنى ضياء نور تتلى تقرأ شعت أضاءت شعت أضاءت شعت أضاءت ضر لؤلؤ ضر لؤلؤ منثور منتشر منثور منتشر الذكر المراد القرآن الكريم الذكر المراد القرآن الكريم الأبقى الدائم الباقي الأبقى الدائم الباقي نسمو نرتفع نسمو نرتفع على من نزل القرآن الكريم نزل القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم متى بدأ نزول القرآن الكريم على الرسول بدأ نزوله في ليلة القدر في رمضان ما ثواب قراءة القرآن قراءة القرآن لها ثواب عظيم عند الله وفيه هداية المسلمين وشفاء لما في الصدور المراد بالذكر في النشيد القرآن الكريم شكرا